صباح الخير أنا عاليبة حسن وزميلات في البروجيكت هدى والسلمة والسندس البروجيكت تبعنا اليوم فيكي عن ميوزيك الكلاسيكروكاشن زي ما بتعرفوا في عنا كتير طايبس للسونج احنا اكثر اشي او بنستخدم او اكتر اشي رائج واللي استخدمنا في البروجيكت تبعنا اللي هو الجاز والروب والفول والكلاسيك احنا اخذنا لكل طايب 25 سامبل من السونج احنا عنا اربع طايبس ويستطفوا عنا 100 سامبل من السونج الهدف الاساسي من البروجيكت تبعنا انه بذلنا نحدد الجنر للسونج اللي عنا عن طريق الـ باستون نورال نتوارك ستكون هلا عنا 8 امبوتس رح تشرح انهم هدا بعد شوي وعنا 4 اوتبوتس هلا 4 اوتبوتس هم اللي قلتلكم عنهم اللي هم الروب والكلاسيك والجاز والفول عنا البياناري فاليو رح تشرح انهم سندس ووصل ما بعد شوي كيف توصلنا الهم باخر البروجيكت هلا بس بشكل مختصر عن الانبوتس اللي استخدمنا عشان نادر نحدد السونج تبع السونج اول ايش السونج دوريشن كبالساكن تمبو بيتس بار مينت وستدي كونستانت بلس ممكن تكون سريعة بطيئة أو وفي استخدمنا توفتوار البي بي أم كامتر عشان نادر نوصل بالضبط لكل طريق الارميس ميوزيك بورد حتى عملي فار كان بار طبعاً هاي كمعان كانت من أهم البراميتر زي اللي اعتمدنا عليها ايش البي بي ام؟ البيت بار مينت ايشو؟ البيت بار مينت اه بيت بار مينت اه بيت بار مينت اه رابع شي استاملق فريكوانسي طبعاً بالكيلو هيرتز هي اما اربعة واربين فاصوا واحد او تمانية واربين كيلو هيرتز وفي عنا الكويك تاني بلاير هو اللي استخدمناه كان صفتوار كان قدرنا ننطول منا من البراميس الدينامي جرير الرايشو بين الارجس وسمول الارجس وسمول الارجس طبعاً الالتشانجة بالكوانتيتي وكان هاي نستخدم صفتوار ويبسايت كان موجود اونلاين دكتور لاغنس وارم السادس شي كمان عندهم بارمية تزيهو التوناليتي التوناليتي والكاركتر للتون الموكم بخير نتر نحدد السونج هي هبي ساد او الوماسيناي بشكل عام وسابع شي كان النبار او ديجيطال ايرور وفي عنا كمان السام بيجريت بالبيت ايش نبار او ديجيطال ايرور؟ ايش الآن وال‏ هيك والاليتشنج او هايك وهو بيجتالك 可能 ها thin في عنا ويف لاب 7 وكان سفتور اخذان ارى نستخدم عشان نعاستخدم هداة الشى إسظارة طبعاً البعلى المنافعل انه ايش اولاين باستخدم التوناليش منهم كان برنامج اسم Justine N بدي أعطيكم بس layout بشكل سريع عن البرمجية يتباشر أول شي بيتعمل inserting la data اللي عندكم إياها ممكن ع طول أنتو تعبوها لحالكم أو ممكن تعبوها inserting Excel file زي ما وضح عندكم هون أول column هون بيعطينا ال numbering عادي إنو عدد ال rows وال columns اللي عندنا أول هدولة اللي باللون الأزرق هن ال input اللي حكينا عنهم وعننا أربع أطوط اللي هنا شونع الغنية اللي إحنا نعرفها تمام؟ أرجع أبطلع على الرول اللي فوق إيش عنا duration هادا الطول تبعو بالزمن دي أبس أه هادا اللي بتحديد لحكينا عنهم أبو شوية أه هادا duration أه هادا duration أه هادا duration التيمفو أهام ال RMS sampling frequency sampling grade dynamic range tonality والنبل أفضجت أوك إيش تفرق بين sampling frequency و sampling grade بل كيلو هات و sampling grade تعدنيها بالبرس آه أوكي كيلو بتبير باسكا بتبرسكا باسكا تمام إحنا عبنا عبناهم هدلع عدات اللي إحنا عنا إياها أولاين اللي إناها وبالأخير بيطلعنا ال data كاملة تمام؟ بعد ما عبناها طبعا برنامج كتير كبير يعني ما بيوسع ال address columns معاك تقريباً رينج ألف كولوم تعبين هايش ال number of DE؟ نبدج ال address نبدج ال address هايش ال address أوكي هلا بعد ما تعب ال data مفروض أنت تحدد مين من ال data اللي إنت يوانا ترين and the data يوانا exclude تمام؟ هلا إحنا هون عاملين مثلاً إنه آخر الشي بدي أعملهم exclude بس أنا بالعادة بزيد العدد يعني مثلاً عادي هذا ال row هذا ال row بدي أعمله أنا هون عملا له exclude بس فيني أعمله عطول هون إنه أدخله بال training فبيرجع بال training هلا بنبلش هاش نعمل network configuration هلا هذا ال software هو بيختار يعني based on the data you entered بيختار أحسن numbers مثلاً لل learning grade والأشياء التانية فبيدفوت أنا بس أقوس هيك بيطلعني مثلاً أدي عن these cycles أديش مثلاً ال growth في كل hidden layer بطلع هون إنه أنا عندي 8 nodes اللي هنا ال input connected to the grade inputs وأنا بعمل أوكي بمشي علي وأربع عاطفة هون أولا حالة بحسب طبعاً شو الأبتمام ليكون عدد النود هلا بعد ما نقص كامل شوف شو هم عدد ال neuron بال hidden layer الوحدة هلا ما استخدمنا one hidden layer هلا بحكي لي إنه نح يبلش عنا training أو learning أوكي هلا هون بيان إنه ما استخدمون hidden layer و هيدا الليل في عندي هون أربع نويل عن هذه الليل والتانية والتالي ما استخدمناهم فالتالي كان عدد اللي ويت صار 48 لأنه 8 إرباط فين دي في أربعة كمان عند الأربعة عاطفة في الأربعة فصار التالي النمبر هو عبار عن 48 ويت أوكي نكمل يعني ما استعملش hidden layer لديه دين layer واحد أوكي وستخدمنا 4 neural فهو لحاله يعني بايد هلا learning grade هون زي ما وضع طالعي عنا .6 إحنا بالعادة كنا بالمست الاكسامل إذا خدنا .2 أو .3 هون الأكتمام أنا جربت أحطها .2 كتير طول الأرور الكبير فهذا انه تبين إنه learning grade بيتغير حسب المسألة اللي عندك ياه أصلا جستر إن أحسن واحد هو يكون .6 أصلا إحنا هلا نعمل هو optimize هيا optimize هو لحاله وبعدما يعمل learning بيشوف أحسن learning grade هو بيختاره بعدين هلا هون بيحكي لي أنت بدنا إحنا مثلا يعمل stop للtarget فاخترنا إنه stop لما يكون قيمة .1 بعد آخر شيء fixed point periods إنه learning يوقف بعد 20 seconds تمام هون عدد example اللي حنا استخدمنا هاي طيان no level grade صار عندي point 7 مش point six اللي أنا كنت حطيت له إياها عندي صار الإيرر تم أني وصل إلى point 1% نفلش ترينك بعد سايكل بنا ما يوصل للإره البدية فخلص بوقف سايكل هي نفس الإبوك هلأ أنا لو إني ما حطت أني وقف عند عشرين ساكنت رح يضغي عدة تقريبين وقف يوصل سايكل العادي طبعا كل ما غيرت عدد منهم عدش عدد التريننج بتغير عدد الساكل بزيد أو بنص حسب شو أنا ببحث بتطلع لقديش عدد التريننج بتعملوهم كلهم مع بعض يعني تعاملين كل لأ هم الميت غنية بنعمل عشان ما نعمل تستنج خدنا تمانين بالمئة منهم تريننج يعني كل التمانين هلأ مع بعض عم بعملوا يعني أنا شفت أكزامبل زي هاد التوريوم تقريبا يعني الداية اللي دخلوا كانت كتير كبيرة فوصل عشرين مليون سايكل هو عمل أدد فبيتركوا ديز يعني بها اللحظنا الأول ما سالبا كلهم بتفاعلوا الماكة هم هم متفاعلين أصلا هادا الكثير هحفظوه بعدان هلا هلا راش نحكي عمل لبطي وحدة هلا هون كفب ببلاش عمل شو هي البويت اللي أنا الترتفية بشكل إجاب عشان إيرو ريال وشو هي الويت الأثرت بشكل سرب عشان والشيك ناس تبعت الخطوب بتتناسب مع الويت ها وكمان بعدان هوا حطيلي الانيشي الويت يكون بلاس ماينس نص ها هلا ها هلا ها بس خاني نشرهم الترتفية هلا هون ها بياني شو يعني من أنا أحط أرتب بالداتا إذا ها هانا اللي بيشبه الدسيجن تري بارح من الله إنه التوناليتي أهم إشي عشان همين أهم واحد التوناليتي بعدين الديناميك رينج بعدين التينفو هادا مو فكست يعني دامر كل ما بيدي عمل الترينيج بضلو هدول حسب أنا قداش كمان بحط قداش متهم بل 82 وحتى الرينج تبع الترينيج لازم يكون الرينج تبع الترينيج هادا باست على التمانية التمانين اللي إحنا دخلناه هاي ايه بيطلع الي أدريج اللي طلع عندي وهدى التاريكت وقداش الساكلز التوتل هلا هوا هنه بيطلع الي أداش الترينيج اللي طلع عنا بالقيام الماكسيموم والمينموم هوا الوات هون عندي نوت كل الوات انا قداش عندي كله هيدا بدي أنا أعدل هلا احنا عملنا أورادي فيني أعمل مرة تاني كمان ترينيج عن نفس الدات اللي أنا أورادي مش إني أرجع من الأول فهون بيبلش أنه يختلف الـ كل ما نعمل نعطي وقت أكثر يعمل لانك بصير الأكيورسي أحسن للبروغرام حسنت أنه ممكن كنت تعمل غلط لما عمل تستينج ممكن أعدل على الـ يعني ننشي الـ وهذا الشيء عشان نطلع لي بس ترزل هاي هي الـ هاي هي الـ هلا احنا بس خلصنا هات ممكن نعمل تستينج هلا لأي أغنية جديدة احنا نضيفها هلا بنا نعمل تستينج بنختار أنه يكون الـ داتل اللي بتعملها التستينج الـ range تبحها مو أقل من الـ range اللي عملتله ديناميك هل أعطيني error لما بتحط الـ input data فهذا كتير مهم فإحنا أول شي لما سرنا نعبي صار لما حكي لعطيني error ما بدر أعطيك هاي لدخل هذا الـ input معين لأنه أكبر من الـ range اللي دربت عليه تمام نأخذ مثلا المثال رح أغلش أول شي ترونيتي زي ما هو هلأ أهم ثلاثة كان ديناميك range و التنبل أنا هدول أول شي بدخلهم بأساسهم هو رح يكون الكروسي أكتر إشي فما بيحتم أدخل حتى الباقيين التانيين فما سأنادخل الـ وإنتوا جهزتوا الـ parameters هدول بره انتوا جبتوا البرنامج بس هاي إش مش بنحب المنواجية إنه ما بدر أعمل أنتم إنه خلص إذا عملت هيك والسيابات ما بدر أرجع ما لازم ترد عمل شي جديد يعني بقدرش أرجع و أحكي خلصا إنه عمح الشغلة اللي عملت هلا ما بدر الأول عملت قادة كوية يهدركوا متحاعل خلصا في حد أجل صورات تولينا نحن نورمالاتورك اسمها جستن ان ان جستن يورمالاتورك يعني أي مثال عندك يا أي إشي إخدنا إحنا بالكورس ممكن نتطبق الداتا ودخلها ومتلها كلها وحل إش بهاي هال ما محتاج إنك إنت تسوي نورمالاتورك شي عن النورمالاتورك دخليهم هبنزيرة وان هاي لها قانون تمسك مثلا انت عندك تمانين بوتم مية تمانمية بتكتعمل لهم نورمالاتورك بحي كتير ياخد منك تعبش هال فان ما بيت هنورمالاتورك كتير أحسن طيب وانتو من وين عرفتو البرامترز تبعتو كيف قررتو تختارو البرامترز هدول التمانية هال أعضر التمانية أريد إحنا لما يعني ويجوبلت صراحة لان نحن نردت تبعتوها بالميوزك مش كتير كبيرة تمام مثال انتو قررتو مثلا فتشتو ولاقيتو مثلا انو تمبو أحد البرامترز اللي بيتميز قطعة قطعة تانية والتوناليتي الميز قطعة تانية الميوزك ديناميك رينج او حتى التمبو بس بفوت فايل في كل الأغاني بطلع الديوريشن والتمبو بزمان كتير أصير يعني مش ما بحتاج اي أسألة تانية بس تقريبا هيك لما تعمل داتا بصيري عطيك مسلحان عقنيين وحفظ لما تفتح تنزل برمجية بيختلح عليك برمجيتان بحكيك ممكن كنوا أحسن من هاي البرمجية بس يعني بس البرجنز التانية نزلوها من هاي البرمجية كان فيها انو سحينا يعني عملوا تعديل عليها أكتر بس جست ان ان كتير ايزي للستودن انو يستخدموها فبالغالب بسمة جست ان ان خلنا أعطكم لعب